موسيقى المهرجين المعرض للموسيقى هو أول نسخة من المهرجين عم نعملها هالسنة هي نسخة تجربية الهدف من المهرجين إنه نحن أول شي نخلي الموسيقى متاحة لأهل ترابلس الشغل الثاني اللي حبينا كمان إنه بطريقة إنه إذا نحن عم نعمل هالمعرض عم نضوي على المشاكل اللي عم توجيهها هالمعرض لأنه معظم الأساسات اللي عم نشوفها هون هي مهددة بالإنهيار وكلشيفة عم نحس إنه كمان هي مسئولية إنه نحن نضوي على هيدا الشي ويمكن نقدر نساعد يعني كمان أو نساهم بترميم المعرض بلجت فكرة المهرجين من وراء تعيون لإلنا مع عرمان مدينة مع كم شهر اتفاقية بين مدينة ترابلوس من خلال رمان مدينة بيروت من خلالنا ومدينة بلفار من خلال مهرجين فيما وهيدا المهرجين هو الخطوة الأولى من هيدا الاتفاقية والهدف منه هو إنه نضوي على مدينة ترابلوس أكتر حابين نعمله بالمعرض لنضوي على تاريخ المعرض والمساحة نفسها لأنه هي للأسف يعني صرح ما كتير معروف لدى أغلب اللبنانيين وللأسف حتى الأهل ترابلوس هو ممنوع عليهم أن يفوتوا بالأيام العادية نحنا لما أنشأنا رمان كان الهدف تابع أول شيء لدعم الموسيقيين بمدينة ترابلوس وشمال لبنان نحنا ننسع دائما بالإفنتات أنه نعملها بالمسيحات العامة تكون أنه أهل ترابلوس وأهل شمال عندهم حرية الوصول لهذه المواهب والبرامج الفنية ما تكون حكر على فئة معينة من الناس بيروت شكا أنفي وقفت بمدينة والتعرفة شكرا موسيقى معرد موسيقى أعادنا بشكل موسيقى موسيقى نحن هنا لأجمل الموسيقى ويجرم إمعونه ونجد بعض موسيقى تم اختيار ترابلس عاصمة التطافة العربية في 2024 فنحن بالنسبة لأننا نحاول من خلال النسخة التجربية ونحن ستكون مهرجين داهم وفي 2024 يكون فلتج فاستفل المتعدد الأوساط لا يكون بشمل الموسيقى بس من فئة فنية التانية ويكون يمتد على مدة 3 أيام كرميل نحتفل باختيار المدينة كعاصمة للتقافي العربي ونفرجيها بوجه الثقافي ونبعد شوية عن النواطية اللي هي للأسف وعندها وصمة مدينة تراب وصمة اللي نحن نحاول نشيله بس أرادة وضح وسبق الضوية أخرجية العربي وقفو حتى تابعة يكتشة بس أرادة يجلدا بس أوبد اشتركوا في القناة